بالحمد لله و سلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين طيب احنا خدنا كنا نتكلم في العناصر بتاعت عملية التواصل وان اول عناصر اللي هو الترانسميتر واتفقنا ان النوكل ده لاكما بيشمل موجات اللي هو بنسميها بتاعت الراديو الراديو ويفز لاكما الترانسميتر اللي هو الترانسميتر مست اللي هو بيعمل لي مدوليشن بيعمل لي تعديل للسيجنل للإشارات ده تحت الترانسميتر يبا احنا اخدنا نوعين من الترانسميتر راديو ترانسميتر و ترانسميتر مست تاني عنصر يكون منه عملية التواصل وهو تشانل وانتفقنا ان الاشارة بتضعف وبحيل المشكلة دي ان انا بستخدم مكبرات سواء عند الرسيفر او عن الترانسميتر اللي هو الشخص اللي بيبعت الرسالة تالت عنصر ياس اصدقاء هنتكلم عليه اللي هو الرسيفر اي المستقبل طيب الرسيفر هو يعني هو مجموعة من الاجهزة ومن الدوائر الكهربية وبعد كده بتقوم محولها بصوا يا شباب دلوقتي انا بقول الترانسميتر هي معلومة دلوقتي وانا كنت بقول لكم الترانسميتر انا عندي معلومة المعلومة دي اوريجنال يعني طازة وجهزة ودي الاصلية فبالتالي بدخلها في جهاز ما الجهاز ما ده بيشفرها بدخلها في دوائر الكترونية فبتشفرها وبتوصل للرسيفر الرسيفر برضك عنده اجهزة وعنده دوائر الكترونية الدوائر الكترونية بقى تعمل ايه؟ تاخد الرسالة المتشفرة وترجعها تاني لرسالة اوريجنال طبيعية تتفهم فهمنا الفكرة يبقى انا ببعدت بحول انا كترانسميتر في الاول بقوم محولة الرسالة من رسالة اوريجنال لرسالة مشفرة عن طريق الجهاز والدوائر الالكترونية يجي الرسيفر الشخص اللي هستقبل من الرسالة برضك عنده دوائر الكترونية يقوم محول الرسالة المتشفرة اللي انا بعتها له دي لرسالة عادية تانية عشان يفهمها دي الرسيفر يبقى هو كوليكشن برضك من الديفايزس او من الدوائر الالكترونية بتاخد الرسالة المتشفرة او بتاخد الاشارات يا اصدقاء وبتحولها للشكل الاريجنال تاني المفهوم تمام؟ على سبيل المثال برضو راديو والتلفزيون عادي جدا اللي هو اشارات التلفزيون الاشارة اللي هي بتبعت لنا من المحطة دي بتكون مشفرة يجي التلفزيون ويجي الراديو التلفزيون حاولها لنا لصوت وصورة والكلام ده وبردك الراديو يحاولها لنا لصوت وصورة ونقدر نتفرج والكلام ده كله يحولها لاشارة احنا نفهمها فاهم حاجة؟ طيب بعد كده بيتكلم عن يعني دي كده متطلبات لأي حد بيستقبل عملية التواصل اول حاجة selective وتاني حاجة sensitive طيب كلمة selective يعني ايها شمس ability of receiver to select a signal of desired frequency لازم الريسيفر يختار الاشارة اللي هيشتغل بيها تمام؟ كلمة select يعني choose يختار الاشارة اللي هيشتغل بيها بالتردد المرغوب الريسيفر هيقدر يختار ويقضي على ال اشارات التانية اللي هي الترددات التانية لان هياخد التردد بس المناسب له وهيقضي على الترددات التانية بردك الدوائر الالكترونية خلاص هتحول بردك sorry sorry الدوائر الالكترونية وكده بتساعدك في عملية الايه؟ بتساعدك في عملية التحديد تمام؟ ماشي ماشي؟ يبقى كلمة selective هي قدرتك انك تختار ال frequency اللي انت عاوز وبترفض الباقي ماشي؟ طب مين اللي بيساعدني يا شمس في عملية الاختيار؟ الدوائر ماشي؟ فانت كريسيفر الدوائر اللي انت بتستعملها وكده هي اللي بتساعدك في عملية الايه؟ الاختيار دوائر الالكترونية وكده طيب تاني تاني حاجة يا شمس sensitive كلمة sensitive يعني ايه؟ ability of receiver to pick up weak signal حساسيا تبقى حساس حتى للاشارات الضعيفة تبقى قادر انك طلقت الاشارات الضعيفة شفت انت التليفونات اللي بتجيب ارسال شوف لو انت فاين يعني فاهم الفكرة طيب نقول تليفونات حساسة sensitive is direct related to receiver gain by the way gain is the factor by which an input system noise يعني هو بيقولك ان الجين ده هو العامل حيث هو ال input system بتبتدي انها تعمل صوت وكده لو لقت الايه؟ لو لقت الاشارة او لو لقت الارسال يعني طيب النويز ايه بقى النويز دي؟ قال لي النويز ده any unwanted electrical signal that interfere with the information signal هو ليه شمس بيحصل الدوضاء دي؟ لانها غير مرغوب فيها هي اشارة الكترونية احنا مش عاوزنا تدخلت مع المعلومات بتاعتنا او الاشارة بتاعتنا اللي احنا عاوزنا فعملت الوش ده كله هي random electrical energy يعني هي طاقة الكترونية عشوائية بتدخل مع النظام هي المديم من خلال التشانل تمام كده؟ however ومع ذلك يعني بردك هي ممكن تكون اللي بيعملها وبيعبر عن نفسه بيها لما بيحصل اخطاء لما بيحصل اخطاء اللي هي يعني عملية التعديل وكده هي ممكن تيجي من مصادر مختلفة ممكن تيجي من الاتموسفير اللي هو الغلاف وخصوصا اللايتنينج البرق او ساند ستورم او الرعد او عاصفة يعني او اللي هي العواصف والاعصار وكلام ده كله اتميال ممكن تيجي من المساحة الخارجية لان طبعا الشمس والملايين سوري البلايين من النجوم بتقدر انها تبعت بتبعث موجات كده بتتدخل برضو مع الاشارات النويز هي بتبقى موجودة في السيستم دايما على طول it can never be avoided ما نقدرش نتجنبها but can always be minimized with the use of sophisticated technique ولكن انا اقدر اقللها يبقى انا ما اقدرش اتجنبها بس اقدر ايه اقللها بحاجة اسمها sophisticated technique ماشي اللي هي وكمان اقدر اقللها برضو بالدواري الالكتروني ماشي يبقى تاني يا شمس انا مش فاهمك يا جماعة الحساسية القدرة الرسيفر ان هو يلقط الاشارات الضعيفة تمام الجين دي طريقة الجين دي هي العامل اللي آآ بيقول ان اللي بيعمل الضوضوق يبقى هو بيلقط الاشارات الطعيفة والحساسية بشكل مباشر مرتبطة بالجين ايه الجين ده يا شمس هو العامل اللي اللي بيعمل الضوضوق مش ايه يبقى الحساسية مرتبطة بالجين والجين هو العالم العامل اللي بيعمل الضوضوق ده تعريف ليها هو الفاكتور باي ويتش اللي هو الضوضوق بتاعت النظام تمام هيبتدي بقى يديك معلومات عن النويس يبقى انا عرفت ان الريسيفر لازم يكون عنده قدرة ان يلقط الاشارات الضعيفة وان الحساسية مرتبطة بالجين واتفقنا ان الجين ده هو العامل بتاع الضوضوق نظام الضوضوق بنقول ان النويس دي حاجة احنا مش عاوزينها بتتدخل مع المعلومات تمام وهي عشوائية طاقة كده عشوائية بتيجي من خلال الميديم ومع ذلك بردك النويس ممكن نقول عليها ان هي بعض الاخطاء في عملية الموديوليشن عملية التعديل النويس يا جماعة ممكن تيجي من مصادر مختلفة يعني مش بس من الميديم زي ما انت بتقولي او اشارة عشوائية او الكلام ده لا ده هي بردك ممكن تيجي من الغلاف او ممكن تيجي من البرق من الرواعد من اشعاعات الشمس من النجوم لانهم بيبعثوا الحاجات دي كلها تمام كلمة محتومة لا مفر منها هتحصل هتحصل انت فاهم يبقى كلمة يعني محتومة او لا مفر منها هتحصل هتحصل تمام دايما موجودة في النظام وما نقدرش نتجنبها خالص ولكن نقدر نقللها باستخدام صوفيستيكيت التكنيك اي باستخدام تكنيكيات يعني متطورة وباستخدام الدوائر الالكترونية نقدر نقللها لكن هي ايه هي يعني يا جماعة هتحصل هتحصل تمام بعد كده ابتدى يتكلم عن الادفانتج والإمبورتنس بتاع الالكترونيك كوميونيكيشن يعني ايه هي المميزات بتاعته تمام طيب قلل ان الالكترونيك كوميونيكيشن بيلعب دور مهم في المودرن بيزنس والسوسايتي سواء في المجتمع او في البزنس وزاوة الواحد ما يقدرش يتخيل انه هيقدر يعيش الحياة دي ويتحكم في حياته والنظام والبزنس وكلام ده من غير التواصل الالكتروني زي مثلا الاجهزة يا جماعة زي السيل فون والبورتابل والبورتابل لابتوب يعني هو بيقولك ببساطة عملية التواصل الالكتروني دي يا شباب بتعمل ايه باؤلي بتدمج بتسمح بدمج بدمج الميديا المختلفة احنا طبعا كنا حدناها لمام قلنا ايه هي الميلتي الميديا دي قلنا الميديا دي زي الصور Lev within والفيديوهات والكلام ده بتدمج كل الكلام ده 8 تقدر تبعد كل الحاجات دي الاجهزة مثلا اللي هي التليفونات واعح اللابتوب يعني بيديك مثال يعني الاجهزة زي خلاية التليفون وزي اللابتوب وزي الحاجات دي يعني الاجهزة دي بقى وكده بتخلي الناس دايما على تواصل ماشي طيب طول الوقت طيب يبقى دي اول ميزة يبقى دي مقدمة يعني ما اعتبرش هو قال حاجة وبيقول لك مميزات التواصل فقال لك اول حاجة انها بتسمح بحاجة اسمها آآ اه يا شباب كلمة دي معناها دمج بتدمج كل ده في رسالة واحدة وبتسهل عملية التواصل طيب اول ميزة ايه يا شمس آآ اول ميزة كويك ترانسميشن اوف الانفورميشن نقل سريع للمعلومات ميزة جبارة جدا للتواصل انه بينقل المعلومات بشكل سريع وبيساعدنا وان كان سيند انفورميشن واقدر ابعت معلومة المسافة بعيدة جدا في دقايق قليلة ومحتاج دقايق قليلة جدا علشان كونفيرت اه سرو الكترونيك ميديك يعني بياخد دقايق قليلة جدا عشان ايه اعكس يعني زي ما قلنا يا شباب دقايق قليلة بالزبط علشان تتناقش مع حد او عشان تتكلم مع حد لانه بيعتمد على خاصية النقل يعني السريع تمام يبقى دي اول ميزة نقل سريع جدا يا شمس للمعلومات تاني ميزة ان انا بتواصل بلارج معنديش كمية محددة براحتك ابعت معلومات زي ما انت عايز ابعت رسائل زي ما انت عايز الناس تقدر تبعت كمية هيلة من المعلومات بمساعدة الاجهزة الالكترونية من خلال الايميل وان كان يعني من خلال الايميل الشخص ممكن يوصل نفسه بمئات الصفحات بسهولة قال لي بسبب 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 التقدم متاع الالكترونيك ميديا والكلام ده ده بيأثر تمام يعني بيقول لك وسائل التواصل الالكتروني والتقدم فيها ده يقدر يخليك كده من غير اي مجهود منك تتحكم في 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 العمليات على المستوى العالم الفيديو او من غير اي مجهود طيب الحاجة التالتة قال لي من خلال التواصل اه يقدر يبعثها لناس كتير قوي وهي في اماكن مختلفة يبه هي واسعة المدى او واسعة الانتشار بمساعدة برضك الاجهزة الالكترونية زي الساتلايت اللي هو الاقمر الصناعية يعني الناس يا جماعة بتقدر على مسافات بعيدة يعني بيقول اني المسافات البعيدة والعالم كله اصبح قرية صغيرة اخديني الجملة دي في البتداء خلاص طيب بيقول لي ان العالم اصبح قرية صغيرة والتواصل حواليها محتاج دقايق او ثواني حتى طيب كمان من ضمن المميزات ان هي قللت التكلفة شوية الالكتروني كوميونيكيشن مش بس بتوفر الوقت لا ده كمان بتوفر الفلوس التواصل زي الايميل متطلب ليس قاست زين الترادشنال مينز يعني متطلب تكلفة اقل من الحاجات التقليدية زي الخطاب مثلا الالكتروني كوميونيكيشن بيوفر الوقت وبيوفر الفلوس على سبيل المثال هو شيبر زين اليوشوال لتر يعني الاسم اس هي ارخص من اللتر ارخص من الخطاب مش عارفه كده رقم كم احنا قلنا كده لحد وقتي اه تلاتة بين? تلتة طبعا. ماشي. اه الرابعة ان هي بتخليك تعمل يعني بمساعدة تقدر يا جماعة ان انت تعمل قرارات سريعة. بالضغط على تقدر ايه? تقدر اه تعرف معلومات في اي وقت من اي شخص في العالم. ده هيساعدك في انك تاخد قرار وتأكد للبزنس بتاعك. يعني ممكن تدير البزنس بتاعك من خلال التواصل? اي نعم. لانك بتعرف كل المعلومات من خلاله. يبا هو بيقولك كمانجر او كليدر يعني بتقدر تعرف كل المعلومات من خلال الكمبيوتر. وبيبقى بتاخد اي معلومة من اي شخص عايز تسأل مسلا اي حد من الشركة بتاع على حاجة. وبعد كده بتاخد قرار فورا. طيب. عندي بردك حتة ايزي اه بريسير فيجن اف الانفورميشن. يعني حفظ المعلومات. تمام? طيب الالكترونيك برضو يا جماعة تقدر تخزن كمية هايلة من المعلومات. بستخدمها في في الوقت اللي انا محتاجة فيها. تمام? التواصل برضو بيسمح بتبادل الفيدباك. وكمان التواصل يا جماعة بيبقى عظيم جدا. النتيجة يعني يا جماعة استخدام الوثائق اليدوية بيقل يوم عن يوم. دي كنا واخدنا مش عارفة في حاسب باين او في حتى في تمريض. اه اللي هو يعني لما كل ما تقلل الفكرة او كل ما تقلل العدد الورق. فبالتالي بيقل الضغط وبيقل العبء والكلام ده كله. طيب التواصل مع الناس البعيدة. نفس الكلام. الالكترونيك بيديك الفرصة انك تتفاعل مع الناس البعيدة. فيديو كومفرينس. فوركزومبل اللو انتراكتيف كوميونيكيشن ايمن سو البرتسيبتن انج جيو جرافي دي سوديش بريد. يعني بيقولي ايه يا شمس. بيقولي. او زبولي بشيطانه راجيم. يعني هو بيسمح بالتفاعل او التواصل المتفاعل. فبالتالي من خلال المشاركين في. مرسل الحمد لله في متاح. يبقى الالكترونيك كوميونيكيشن بيدين الفرصة للتفاعل مع الناس اللي بعيدة عني. خلاص زي مسلا لو عملت محادسة فيديو او كده على سبيل المثال اه لو عملت فيديو مسلا قال لي ده يا شمس بيخلق عملية التواصل ده يا شمس بتخلي المشاركين حتى لو هما مبعصرين يعني كل واحد فيهم في حتة يعني متنسرين كل واحد فيهم في حتة برضو كي يتفاعل مع بعض. ده بيسمح لنا ان احنا نشتغل مع بعض حتى لو احنا في ايه? في اماكن مختلفة. يعني احنا الاماكن بتاعتنا مختلفة. ولكن احنا كلنا بنتواصل على الانترنت في موقع مشترك. خلاص كده? تمام? طيب بيقول لي زي مسلا اه 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 او الكافي ممكن يعني نقعد كلنا على النت يعني في الاماكن دي يعني تمام. وبالتالي ده بيخلنا نبعد عن السفر لمسافات بعيدة اه اه نشتغل بقى من البيت وبتاع ويكلف اه طبعا بيوفر برضو التكلفة وبيوفر الوقت وبيوفر الطاقة. تمام? كده تاني تلت من المحاضرة خلص الحمد لله. محاضرات طويلة. نعم بجد طويلة. بسم الله يعني. فاضل فيها لسه ست صفحة. يعني بتاعت الانترنت ست صفحة. بسم الله مشوء الله يعني. يبقى يا شباب احنا لما جينا نشرح التلت التاني من المحاضرة اول حاجة احنا اتكلمنا على دي سهلة ان انا عرف ايه هي الايه البست براكتس. قلتلك طبعا انك تكون اول حاجة انك تحدد اه نوع الرسالة وانك تكون عارف جمهورك وانك تكون محدد كده وتجذب الاتينشن ويبي بريف تخليك مختصر وفي نفس الوقت بقول الله يتخليك مؤدب. بعد كده لما كلمتك عن العناصر بتاعة التواصل قلتلك اول حاجة ترانسوميتر وقلتلك انك تنقص من حاجتين سواء المست او الراديو ترانسوميتر وبعد كده يا صديقي قلتلك واخر حاجة قلتلك الريسيفر يوم تلات حاجات خدتهم. تمام? طيب واتفقنا ان الريسيفر ده يا صديقي آآ قال لي ان الريسيفر ده هو ان انا بجمع الاجهزة وبتاع طيب والدواري الالكترونية فبحول الاشهارة. آآ فبحول الاشهارة من اشهارة مشفرة للارجنال اللي احنا هنفهمها عادي. وقلنا اني في متطلبات كده الريسيفر اول حاجة انه يكون يعني يقدر يختار الاشارة بالتردد المناسب يقدر يختار الاشارة بالتردد المناسب والالترددات التانية يا شامس بيخرش له. بينفض له. فيقضي عليها اي حاجة من دي. طيب تاني حاجة الريسيفر برضو بعد ما يختار ويعمل سيلكت اللي هو هيختاره تاني حاجة لازم يكون حساس للاشارات الضعيفة خلاص كده طيب ودي مرتبطة بالجين وحنا اتفقنا كلمة جين هو ايه النويز كلمة جين جاية من النويز هو العامل اللي هو اللي هو يبقى كلمة جين هو بيقول لي هو العامل حيث هو اللي هو النويز طيب احنا اتفقنا ان النويز دي دي حاجات احنا مش عاوزينها لاما اشارة وصلت غلط مثلا او في ايرور في حاجة او طاقع كهربية الكترونية عشوائية وصلت فاهمين الكلام ده كله او مسلا جاية من اه الهوى جاية من البرق جاية من الرعد جاية من اشعاعات الشمس او الفضاء يعني جاية من الفضاء واشعاعات الشمس وبلايين من النجوم والكلام ده كله بيقول ان الضوضاء ده امر محتوم يا شمس او امر يعني لا مفر منه هو كده كده بيحصل بس احنا ايه اه ما نقدرش نتجنبها تماما ولكن نقدر نقللها نقدر نقللها ازاي باستخدام اه سوف استكاد التكنيك يعني باستخدام تكنيكيات كده معروفة اه خلاص اه بنقدر ايه بنقدر نتخلص منها والدوائر الاكترونية والكلام ده بعد كده لما قلت لك ايه هي مميزات عملية التواصل الموضوع سهل جدا من مميزات عملية التواصل اول حاجة اه بعد طبعا لما قلنا المقدمة بتاعتها لها مفاش حاجة لها منقول ان احنا بنستعمل التواصل في البزنس او في حياتنا او في الكلام ده يعني والاشكال كزا وكزا 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 والاجهزة اللي بتساعدني في التواصل زي اللابتوب وزي التليفونات وكده طيب اول يا شمس فايدة من عملية التواصل الاكتروني انك بتاخد قرار سريع اه سوري اه كويك ترانسميشن يعني النقل السريع بتنقل معلومات كتير وبشكل سريع ويعني بتوفر في الوقت خلاص كده بس كده في دقايق قليلة بتبقى مخلص موصل المعلومة بشكل سريع تاني فايدة يا شباب اني انت بتنقل قدر كبير جدا من المعلومات يعني من خلال الايميل بتاعك تقدر ايه تقدر تنقل مئات الصفحات يعني وين كان اتاك رايتنج يعني من خلال الايميل بتاعك زي ما قلت لك تقدر توصل لمئات الصفحات وتبعت لها نفس الرسائل خلاص يعني تنقل كم كبير جدا من المعلومات محدش هيقول لك ايه محدش هيقول لك لا والكلام ده على فكرة بيعملوا غالبا الناس بتاعت البزنس والمانجر وبتاع بدون مجهود خلاص بدون ايه بدون مجهود فيديو او او موبايل او كده وده بيساعدهم. تمام? اللي بقى اول حاجة يا شباب قلنا النقل السريع. وتاني حاجة اني انا اه بنقل كبير جدا من المعلومات. طيب تالت ميزة يعني بنقلها لنطاق واسع. حتى لو كان اه اه بتنقل على نطاق واسع مسلا من خلال الاماكن مختلفة من خلال الساتيلايت. خلاص يعني خلى العالم كله قرية صغيرة. دقايق كده بيكون وصلة. طيب اه رقم اه اربعة اه بيقلل التكلفة. بيقلل الوقت وبيقلل ايه? الفلوس ومحتاج تكلفة اقل وكمان بيقلل المجهود. طيب وارخص كمان. ارخص في انت الفكرة. طيب خامس حاجة انه هو بيعمل لك بيخليك تاخد قرار. خلاص? يبقى زي ما اتفقنا بيخليك تاخد قرار سريع جدا 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 جدا. اه بس بتضغط كده على الكمبيوتر تعرف معلومات وبتاعه وتقدر تاخد قرار. بعد كده هو يعني ايه? سهل جدا تقدر تخزن مئات من المعلومات. مئات من المعلومات على جهاز الايه? الكمبيوتر وبيخليك كمان تعمل فيدباك والكلام ده كله. علشان كده يا جماعة هو اللي بقى يستخدم وكده. واستخدام اللي هي الملفات الورقية بيقل يوم عن يوم. اخر حاجة انك بتتواصل مع الناس البعيدة. يعني حتى لو الناس بعيدة وكل واحد فيكو في مكان وفي تناصر وفي تبعصر في الاماكن وبتاع يعني كل واحد فيكو متناصر وفي اماكن وبتاع. احنا يا شمس بنشتغل او بنروح جو اونلاين في اماكن كده مشتركة. زي مسلا الاهاوي اه ترينز. دي دي اسمها اماكن مشتركة بيبقى فيها يعني خدمات الانترنت وكده. وبنعمل ايه عملية ايه التواصل عشان نتجنب المسافات البعيدة ونتجنب التكلفة ونتجنب المجهود. الى هنا ينتهي اه اول تلتين من المحاضرة الالكترونيك كوميونيكيشن. عقبال يا رب التلت الاخير اللي هو بتاع مميزات وعيوب الانترنت وركزه في الجزء الجاي لان مميزات وعيوب الانترنت الدكتور ركزت عليها. اوي 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 اتمنى كونوا استفدتوا. ادعولي بصلاح الحال. اللهم اني استودعك ما فاهمت وما قرأت وما حفظت وما سامع. فاردوه الينا عند حاجات نائلية يا ربي يا كريم. السلام.